السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 15 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 9.38 دقيقة من صباح يوم الغد الاثنين بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم السبت وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10.24 دقيقة مساء اليوم السبت بتوقيت جرينج لأي انتقل القمر بعديها على منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد يعني طيلة اليوم رح يكون موجود في هاي المنزلة ورح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7.42 دقيقة من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينج لأي انتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر اليوم بما انه موجود في برج الدلو معناته من ظل من الشعر انه بحاجة ماسة وملحة للتغيير لان الروتين هو عدو هاي الفترة يجب ان نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها ومنود الانضمام لنادي او مجموعة من الاصدقاء او تجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الاشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي اكثر من التصرف العاطفي ويمكننا تكوين صداقات جديدة او تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا او شراء او بيع او الاهتمام فيما يتعلق في مجال الالكترونيات والتكنولوجيا وها تجربة اطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة لها تأثير خمس ايام ومستمرة لخمس ايام قادمة هي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج عادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الاخلاقي والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم كمانها بتسهل اقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كمان هاي بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي القدرات مثل الفن والديكور او التجميل او اي اي شيء تتعلق بالفنون وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجعلنا بتجلبنا نوع من انواع البهجة ومنحق نجاحات شخصية وهو الوقت المناسب لها خطبة او زواج بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة واربع دقائق مساء بتوقيت جرانتش نهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف المودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضبة عند الجنس الاخر ونجاحات مادية كما انها بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرانتش بتأجج العاطف التدجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا انه نعيش اوقات ممتعة جدا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لالها طبعا عندنا بطلة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية طبعا اليوم من اخر الايام لانه مراحل اكتمال القمر فمن اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية ما في اي مشاكل لباقي عضاء الجسم وايضا هذا اليوم يصلح للحجامة مناسب لها عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح ايضا لاخر يوم للقص العلاجي القمر بما انه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم زي ما ذكرنا رح يكون يوم الغد الاثنين بيبدأ الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثلاث عشر يوم الساعة ثنتين وسبعت عشر دقيقة عصرا بنبدأ باليوم الأربعة عشر نسبة الإضاءة ثلاث وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في الدلو حتى يوم ستة عشر تسعة سعيد الام بنسبة خمسة في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في العذرة حتى يوم ستة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم أربعة أحداش منتحس بنسبة خمسة المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمستاش احدى عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة عشرة في المية ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة وبتخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك تحسباً لضيق الوقت برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنك ما تشوي سمعتك لأن الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة كون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأغطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان أو مقابلة وبعضكم ممكن يسافر أو يوقع على عقد أو يروج للمواهبه واهتماماته كونوا جريئين أهم مش أنك ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت جدارتك بالمواقع المتقدمة اليوم بيحمل لك انفراج كبير مرج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك خففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحيحوا الانطباعات عنكم كونوا وثقين من نفسكم من كفاءاتكم وما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم بعضكم اليوم ممكن ينشغل بملف إداري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة سواء شراكة مالية أو عاطفية وحاولوا انكم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم أي الفترة تعتبر فترة ضاغطة لأن القمر موجود مقابلك ولكن ما فيها هالخطر لكثير ولكنها بظل فيها نوع من أنواع التهديد لاستقرارك حاذر من المشاكل وحاول انك ما تميل لفرض الرأي على الآخرين وحاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من الأعمالكم أهمش أنه تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ولا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني تتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير وهي فترة مناسبة للحوار والنقاش والمصالحة ويعتبر هذا اليوم من أكثر أيام الشهر حظا فحاول أنك ما تضيعه وإسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافعة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجد تعاون من أفراد العائلة حاول أنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لأمر يتعلق بمنزل أو بيع قار أو باستيجار بيع أشياء من هذا القبيل ولكن بتكون تتجنبوا الانفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجكم متقلب ومتجهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا بالسفر والاتصالات واللقاءات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتتصرف بشكل منطقي لكن بدك تسيطر على انفعالاتك اللي ممكن يعني في بعض الأوقات تضطر لتقديم مساعدة لأحد الأخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات قدر الإمكان ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم عندكم نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وشعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات تسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة وهي فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد الاثنين فبتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة بيسجل هذا اليوم نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم وتخلص من عاداتك القديمة أو إنشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية أيضا وأي شخص بوعدك بشيء لا تثق به هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء